اهلا وسهلا كل ما كان يهم المستثمرين هذا الأسبوع هو قراءة التضخم في الولايات المتحدة لمحاولة الحصول على توقع على دلالة تحرك الفدرالي القادم بما يخص أسعار الفائدة لكن أرقام التضخم جاءت قريبة جدا من التوقعات عن 3.2% لقراءة التضخم الرئيسي و 4.7% لقراءة التضخم الأساسي مما سيعطي الانطباع لمزيد من الانقسام حاول توجه الفدرالي القادم بعد ما يقارب 40 يوم من الآن فالمزيد من البيانات الاقتصادية مهم لتوضيح الوضع بشكل أكبر أما النمو في بريطانيا كان بصورة إيجابية هاي المرة فأظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي التقدم من مرحلة الانكماش لنص بالمية على أساس شهري طبعا قراءة التوقع الربع سنوي جاءت أيضا بالمنطقة الإيجابية عن 0.2% أما هناك في الصين فدخل الاقتصاد في مرحلة الانكماش حيث أظهرت قراءة التضخم تراجع الأسعار ب0.3% على أساس سنوي على المستثمرين متابعة عدد من البيانات الاقتصادية في جلسة الأسبوع القادم أولا من بريطانيا هناك قراءة التضخم والمن المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي لـ 6.7% من 7.9% ثانيا اجتماع بنك نيوزيلندا والمن المتوقع ترك سعر الفائد دون تغيير عن مستويات 5.5% ثالثا محضر الفدرال الأمريكي ولعل ما أعتقد أنه ما رح يكون فيه هناك إشارات مستقبلية واضحة حول السياسة النقدية القادمة ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم بداية كالعادة مع تداولات الذهب الذهب كان قد اختبر مستويات 1939 مستويات المقاومة السعرية ثم أربع أيام تداولات هابطة للذهب لا يزال يتداول أدنى مستويات المقاومة السعرية 1939 إلى مستويات 1930 ثبات التداولات السعرية أدنىها قد يذهب لتداولات سلبية نحو 1903 لاختبار مستويات فيبوناتشي 38.2 ومستويات المتوسط المتحرك البسيط 200 كسر مستويات 1903 قد يدفع الذهب لمزيد من الهبوطات لاختبار مستويات اللوء المسجلة سابقا حول مستويات 1890 للونصة ننتقل لتحليل اليورو اليورو لا يزال يتداول عند مستويات خط الاتجاه الصاعد ثلاث الارتكازات الزخم الأخير على ما يبدو بأنه هناك تذبذب سعري أو تداولات ضيقة في الفترة الماضية قرب مستويات خط الاتجاه الصاعد لذلك ميول الكسر لخط الاتجاه الصاعد على ما أعتقد أنها واردة لذلك كسر مستويات 1960 قد يدفع اليورو لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات دولار 9 سنت ثم 1830 بالنسبة لي اليورو ننتقل لتحليل الباوند الباوند يتداول أدنى مستويات خط الاتجاه الصاعد المكسور تداولات عرضية في الفترة الماضية عند أو داخل مستويات القناة السعرية الصاعدة اختبار لمستويات الحد العلوي في تداولات الأسبوع الماضي وأيضا اختبار مستويات المقاومة السعرية عند مستويات 2740 لذلك ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات منطقة المقاومة السعرية 2740 إلى مستويات 28 الفجر 28 صفرين قد تدفع الباوند لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 2620 ثم مستويات 2530 كاختبار طبعا للحد السفلي للقناة السعرية ننتقل لتحليل الين الين عند مستويات مقاومة سعرية قوية 145 ثلاثة إمكانية أغلاقات يوم الجمعة عند شمعة دوجي تقريبا للين لذلك اختراق مستويات 145 قد يدفع الين لمزيد للارتفاعات نحو مستويات 146 30 ثم 148 طبعا بعد الاختراق شرط أساسي الاستمرار التداولات أعلى مستويات 145 ننتقل لتحليل الأوزي الأسترالي كسر مستويات الدعم السعري وتحول المقاومة السعرية عند 6590 اختبار المستويات مرة أخرى أو إعادة الاختبار لذلك ثبات التداولات السعرية أدنى 6590 قد يدفع الأسترالي لتشكيل ميل هبوطي نحو 6460 ثم مستويات 64000 بالنسبة للأوزي ننتقل لخام غير تكساس عن نفط تداولات سعرية أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد الاتجاه طبعا بكل تأكيد هو صاعد وبقوة لكن عند اختبار أو بناء الركيز الثاني والثالثة بالنسبة للنفط بنلاحظ زخم صعودي أقل هاير هاي أقل من الهاير هاي اللي كان عم بتسجل سابقا مع بداية الارتفاعات من مستويات 6740 لذلك إمكانية تشكيل التصحيح قد يكون وارد بعد كسر مستويات 82 دولار تماما للبرميل خام غير تكساس لتشكيل ميل تصحيحي نحو مستويات 8050 7950 ثم 6820 طبعا عكس الاتجاه الصاعد الواضح لذلك التداولات السعرية مهم جدا استمرارها أدنى خط الاتجاه الصاعد بعد كسره وهي عبارة عن تداولات وليس اتجاهات نختم بمع تداولات المؤشر مؤشر داوجونز مؤشر داوجونز ملاحظين تداولات سعرية في نطاقات ضيقة للأسبوع الثالث على التوالي طبعا جراء انقسام مجلس الاحتياط الفدرالي وانقسام أيضا المستثمرين حول التوقعات للحركة التالية بالنسبة للفدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة لذلك التحركات السعرية بالنسبة للمؤشر داوجونز كانت بسبب عدم اليقين لتحركات الفدرالي الأمريكي وتذبذب السعري ضمن نطاقات ضيقة لكن فنيا لا يزال يتداول داوجونز أو مؤشر داوجونز أعلى مستويات الـ 34640 لذلك استمرار تداولات السعرية أعلىها قد يدفع الداوجونز لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 35500 ثم مستويات 36000 تماما ثم مستويات 36460 بالنسبة للمؤشر الداوجونز طبعا شرط أساسي ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 34640 للمؤشر نفسه تداولات موفقة تداولات موفقة